أكد رئيس البرلمان العربي عدل العسومي أهمية القمة العربية الصينية الأولى والتي ستعقد غدا في مدينة الرياض في ظل تحديات غير مسبوقة على المستوى العربي والدولي في تعزيز التعاون والتكاتف والشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والدول الصديقة لها لمواجهة هذه التحديات وأعرب العسومي عن سقته في أن هذه القمة ستمثل نقطة تحول جوهرية في تحقيق تطلعات الشعبين العربي والصينية في التقدم والتنمية مشيرا إلى أن العلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية تحكمها العديد من المصالح المتبادلة فضلا عن الانتماء الحضري المشترك